لا خوف على المنتجات والمحاصيل الزراعية رغم السيول التي أحدثها تساقط الكبير للأمطار وارتفاع منسوب المياه في ولايات الجنوب الشرقي للوطن تساقط لحبات البرد خاصة ربما كانت بسكرة اللي فيها حبات البرد بالنسبة للمحميات ما تأثرش النخيل الآن في البداية تلقي حنتاعة أيضا ما فيش بلح اللي بشيدره التساقط تحبات البرد الحجرية الفلاحون استبشروا خيرا بهذه الأمطار سيما وأنها جاءت في فصل الربيع حيث ستساهم في تجديد الغطاء النباتي والتنظيف التام للنخيل هذه الأمطار خير بالنسبة للفلاحين استبشر الفلاحون خيرا من خلال التساقط المتواصل والغزير لهذه الأمطار اللي لأول مرة منذ سنين لم تأتي مثل هذه الأمطار اللي كانت في فصل الربيع في وقتها وفي موسمها للأرض تتجدد وغسيل كامل اللي تروت النخيل في الجنوب الجزائري أكرمنا بها الله كذلك يعني إن شاء الله ينبت الزرع من خلال هذا الارتواء طبعا هذه الأمطار رأي في وقتها وإن شاء الله تكون خير وعام خير إن شاء الله وإن شاء الله يكون موسم فلاحي يعني يعود بالنفع على الفلاحين إن شاء الله من خلال الارتواء وتجديد كل خاصة إذا فقدت البيئة عنصرا من عناصرها قد يخل بها ملامح عام الصابة في جنوبنا الكبير تلوح في الأفق بعد هذا الغيث النافع الذي يتمنى الفلاحون أن يستمر في الطهاطل ترجمة نانسي قنقر